بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آل وصحبه ومن ولا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله وجئنا إلى فقرة الفتاوى أسأل الله جل وعلا أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من مشاهدة كريمة تقول فيه توفي زوجي وترك مبلغا من المال فدفعته كمقدم لقطعة أرض وأدفع أقصاطها حتى الآن فهل تعد الأرض ما لا يجب عليه زكاة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد المال اللي يجب فيه الزكاة يشترط فيه شروط أن يكون قد بلغ النصاب وأن يكون مملوكا ملكا تاما وأن يكون قد حال عليه الحول يعني لو أنا معايا مبلغ من المال والمبلغ ده عد 85 جرام من الذهب حوالي 60 ألف أو 65 ألف جنيه حسب سعر الذهب في السوق لو بلغ المال النصاب وعد عليه سنة هجرية وليست ميلادية يعني المبلغ جاني في شعبان يبقى في شعبان السنة الجاية عد عليه السنة واجبت عليه الزكاة في رمضان يبقى في رمضان فده واجب عليه الزكاة 2.5% ربع العشر طيب بالنسبة لقطعة الأرض إن كانت قطعة الأرض اشتريتيها بغرض استخدامها والانتفاع بها يعني من ناحية بناء بيت لك ولأولادك فلا زكاة فيها وإن كانت الأرض للتجارة فإنها تزكى مرة واحدة عند بيعها وهذا مذهب الإمام مالك وهو الأيصر في مسألة الأرض عندك أرض عندك شأة عندك عمارة ومر عليها سنة سنتين 13 وبعتها يعني أخدتها لغرض التجارة عند البيع تزكى مرة واحدة ربع العشر اتنين ونص في المية والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر ورد إلينا من مشاهدة كريمة قل فيه أنا امرأة ميسورة وزوجي فقير ويمنعني من التصرف في مالي بأي وجه من وجوه الخير وحلف بالنص إن تصرفتي في مالك بأي وجه دون علمي فأنت طالق وحدث أن أعطيت أمي مبلغا كانت في حاجة إلي على سبيل الهبة فهل يقع الطلاق أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أقول لهذه السائلة الكريمة وأتمنى أن زوجك يسمع ما أقول يا أخي لا تأخذ من زوجتك ما لا يحق لك فالزوجة مسؤولة منك وأنت ملزوم بنفقتها وليس العكس الزوج اللي ينفق على الزوجة بش الزوج اللي تنفق على الزوج لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إنما أنت بتحلف عليها ألا تتصرف في مالها وتقول لها لو تصرفت تبقى طالق اليمين ده بيعتبر يمين طلق معلق ويمين الطلق المعلق يفتى به في دار الإفتاء المصري أن عليه كفارة كفارة يمين ولا يعتبر طلق إلا إذا نوى به الطلاق لو للتهديد يبقى فيه كفارة يمين وعايز أقول لحضرتك على حاجة أو كل واحد بيطمع في مال زوجته لا تأخذ ما لا يحل لك لا تأخذ ما ليس لك حق فيه حقوق الله بنيت على المسامحة وحقوق العباد بنيت على المشاححة حقوق العباد فيها مشاححة ما تأخذش حاجة من حد بغير إذنه ما تأخذش من زوجتك مال بغير رضاها لابد إن الزوجة تكون رضية وهي التي تعطيك برضاها وبكامل حريتها ليس إجباراً وَلَا يَحِلُّ لَكَ أن تُجْبِرَهَا أن لا تتصرف في مالها تفعل ما تشاء وتعطي لوالدتها ما شاءت وتاهب لمن شاءت أنت لا تسألها عن هذا الأمر الأمور فيها حقوق لها حق حق الزوجة عليك الننتاً لتنفق عليها طب هي سعدتك من مالها لا مانع نما تجبرها أن لا تنفق من مالها هذا بخص لحقها فتب إلى الله ولا تفعل والله أعلم ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول فيه تقدمت لخطبة فتاة منتقبة ولكنها رفضت أن تخلع النقاب حتى أرى وجهها فهل هذا يجوز شرعاً؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن سيدنا المغير بن شعبة رضي الله عنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يجوز للخاطبي أن ينظر إلى مخطوبته النظر الشرعية يجوز له أن يرى وجهها وأن ينظر إليها وبالمناسبة النقاب ليس فرضاً النقاب بش فرض يا أخوانا عايزين نركز ونعرف الدين بتاعنا بقول إيه؟ جميع جسد المرأة عورة عدى الوجه والكفين يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها وأعظم يعني رأيي في موضوع النقاب ما قاله سيدنا الشيخ الشعراوي قال بين المرفوض والمفروض يعني لهو مرفوض ولهو مفروض هو يعني إن انتقبت المرأة خير وبركة إن لم تنتقب المرأة فلا إثم عليها وليس عليها شيء وعليه نقول للسائل يجوز لك أن تنظر إليها فإن أبت أن تخلع النقاب لتنظر إليها النظرة الشرعية فلا تتزوج بها واطلب الزواج من غيرها وأسأل الله جل وعلا أن يسر لك زوجة صالحة اللهم أمين والله أعلم في النهاية أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين وصلى الله على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته